السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرأي الم Endeاف المحافظة من حيبريبيديمية quieter y stronger و السلبية työ من صور ع smash إلى أثيرت رحمة أثيرت رحمة كرشتر تشوّف incredible respondent عن زيادة طاردة م للتكائف لكن في اسئلة البيتجارية الطبيبية البيتجارية هي مباشرة مستويلة. حتى حتى أفضل على 40 ميلي جرام مباشرة. هناك مباشرة في مباشرة سبب البيتجارية البيتجارية الأثيروسكيلوريسية. يصبح عدد أن تقنية جرام مباشرة كل مباشرة 30 ميلي جرام change in low density lipoprotein. The relative risk of coronary heart disease is changed by about 30%, and this is continuous over the whole range of LDL level. For the management, we have two guidelines recent guidelines. The American Heart Association, American College of Cardiology 2018 guidelines, which endorsed في العالم الأخرى الكاملة والحكمية الأوليانية أخرى المصدرين يتم تقوير عادية كاملة الأوليانية الأوليانية هالت المستوى 2019 أما زيادة ترغب من الناس فإننا نتحدث عن هذه المناسبات الأولى أولا, ما يقومون بحكم؟ هذا هو المسجد للعباء للعباء الذين يتم عام 20 عامة أو عامة لا تقوم بحكمة البطارية تقوم بحكمة إلا فستيق أو لا فستيق مواسيلا بحكمة البطارية فهو أفكار بحكمة إستيماتي أثيروسيقليروطيك كارديووكولار وإن تقوم بحكمة بسلينة إذا يرغب أن يبدأ المستقنصة للميزيم والإضافة عند الثلاغ الطبق. إذا الإضافة من الإضافة 2010 في مقامة التشاطير وتوجد شباب أكثر من 400 heavy blood母 فقال التشاطير لفاستثنى يجب علي الواقع للإضافة بالنساء والطبق للإضافة للإضافة للحصول للإضافة 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 لإضافة للإضافة للإضافة 3G'. كما تعرفون أننا لا يمكننا التقليد في الكثير من الربارات الأخرى. فقط الـ LDL يتكلمون بسيطة بفرمولة. هذه الفرمولة تصبح مفيدة كما أن تقليد 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 400mg. إذا كنت أفعل 400mg أو أغطالنا كنت تغيير في عليك فستاتي لأن دخل الويسراء هو نزل في غيب في قيام الاستطالي المتحدة بين حياتي و الأه conclusions تغيير في تغيير الإجتماع من العنوبة من أمكن أن تغيير ملئة إلى 27mg في جل لفصولة لبعض المتطاعة إلى 17mg في جل نمتع معلومة بالأبط الحديث أيماً في المصطقة الخاصة مستخدمات sean الواx meistenرية أغرأAn للصعب Asthma كما نعame وقع لطيف البشر الممكن أن تفعل عن الصعب أ Cohen هذه هي هي الأطيس التي ت squatالها تصدر له كما قد عقل كما ح gordel 1996 or لا يوجد منored في المنطقة خيار Loch وهي جميلة مرحلة وممثل من الدقيقة في الحين في مكان الدولي الأولى ومساعدة بخطار العالمي من تطول حيات أثيروسكوروية كارديوذكولوية لكن مع تطول حيات أثيروسكوروية كارديوذكولوية أو جانب الأولى الإعجابة من رفتربيه الأولوجي Why is reasonable as a part of initial evaluation to able to understanding and the identification of familiar limit disorders? So fasting or non-fasting as I said, the most large population-based studies use non-fasting samples. إنه أكثر كمفاجئة فيها من النفاستنت ويواجهة تحصل الاناجتماعاً لذلك قد تقليصير التعالج المعالج هو يعني بحضورة تقليصيرة العملية بين النفاستنت و النفاستنتنت وتعالج التعالج المعالج كما قلت بقليصة أكبر 27 مجمع في ديشال التراصل إذا لم يكن يستطيع الهدراء لأنها تحتاج إلى الهدراء أو إذا كان الهدراء مقابلًا الهدف لاحق النشاطية التالية للحضورة فقط للحضورة والحضورة المهمة جداً ويستخدمتها كالترنتي أو حيث كالترنتي للحضورة لكي نحن المدينة. في بعض الأشخاص، مثل من أشخاص مع أشخاص إضافة تراغيسرية، ديابتسة، أو ديابتسة، أو ديابتسة، أو ديابتسة ديابتسة ديابتسة، ومن ثم تستمر الريسكة للأشخاص، ما يعني ذلك؟ إذا كان لديك تراغيسرية ديابتسة، ديابتسة، أو ديابتسة ديابتسة، أو ديابتسة ديابتسة، أو ديابتسة ديابتسة ديابتسة، دبستة أ choicesか، هذا ما يحكم بمكانة ببلغفل م lieسرية الديابتسة منفقة م وه ثم HDL cholesterol يكون مقالي total cholesterol minus HDL cholesterol المنظر على المنظر هو 30 mg ديسيلر مقالي beyond LDL هذا مقالي مقالي كان مرحبا لأنه تحصيص total cholesterol and HDL ومقالي يكون مقالي ABO-B أبوبة ايضاً جارة أبوبة مباشرة أبوبة أبوبة مكتب جيدة ويستطيع المتخدمة الأبوبة في المتخدمين ايضاً لابوبة هذا هو كل أبو بي مستخدمة البروتين وهي البروتين أثيروجيني لذلك في هذه البيئة البيئة يمكننا أن نستخدم الهدف 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 ويحتاج لا تستخدم أيضاً أو يمكننا التسجيل البائżenia إلي هدف الهدف الهدف وكهما يمكن التسجيل في بهدف الهدف الهدف نسبة البلغين تسجيل الفئة وهنا هي التسجيل المدد للأمس call for more يعيس 위에 تحليمها الكل VM HDL والم lyricage1 as bribery lipid analysis for screening diagnosis and management This is calculated LDL Triglyceride measurement is recommended as part of protein lipid analysis All are class 1 to measure Non-HDL colesterol is recommended for risk assessment particularly in patient with as we said high triglyceride diabetes obesity or very low LDL this given class one so you could ask your clinical lab to put non HDL value it is very simple as we said total cholesterol minus HDL and it will give you the value and as we said for the target you take the LDL target وهكذا مقاطق الدول والمقاطق الدول وصوص 13 مgb. المقاطق الدول يحتفظ على المقاطق الدول الإسرائي للأدوبي للإنسان حيث في المقاطق الدولة لأرى من أشخاص خطيق الاليفية أو السيادة مستعدة ميتابولية أي جيدة للإنسان يمكن أن تستخدمه كالحلاج للإنسان للإنسان لو كان يستخدم في الإنسان لصحة العامة للإخطاء ويوزة ويستمر على الهدفة الأولى للجميع مع جميع الهدفة الأولى للتعامل والأضافية للتعامل للغاية ولكن كما أقول هذا لا يستطيع إسترامي وإذا كان إسترامي لست تضع الكثير من المعنى لعباية المساعدة لبنزل المساعدة لفرقية بأنهم يطلبون المساعدة لفرقية 2A لكنهم لا يكملون عنها. المساعدة لبنزل المساعدة بأنه سعيد وكذلك ونظر إليه في مصادر المستقبل بين الهدفين المساعدة في المساعدة يتحقق أن يقوم بمجردها على الأقل لأيضًا لتصبح مرة أخرى لكن لن تحقيق تحقيق التقنيئة مخلطة أكثر من تحقيقات التقنيئة وكما يقوم بمجرد المجردات على المجردات والفيروس التي يوجد أخرى أعتقد أنه يجب أن يكون لن يستعمل ولذلك كيف تتخطي المجدد؟ لما يجعل معنج الحصول على الكارديولوجيا يق cools الأبيع بشكل متكرام فالكّل مع عبارة الآخرية وبالكّل مع عبارة الآخرية إنه ي advocود Wohnقبة كيسانا يا نغلrukشانا المطوعة لا يسمح السوق الأولام إنظر أولادها بالنسبة لنشق الأولي أح looking at choudlone من جضروف الأولي Dan لنستطيع الوطف Nagazim سنأخذها واحداً واحداً. سنبدأ من هذه المكانة. إذا نقوم نقوم بإمكانية الـ LDL لفاع المقابل للمساعدة المساعدة ونقوم بإمكانية الـ LDL. إذا الـ LDL أكثر من 190 أو أكثر، لا يوجد محاولة ريسالة. ونقوم نقوم بإمكانية الـ Statin. هذا هو مرحب. في أي عام، الـ LDL أكثر من 190 أو أكثر، نقوم نقوم بإمكانية الـ Statin. هذا هو الأول. أولاً، إذا كان المساعدة لديابتسة، وأنه من 40 إلى 75 عام، نقوم بإمكانية الـ Statin. أيضاً، أيضاً نقوم بإمكانية الـ LDL. نقوم بإمكانية الـ LDL. هذا هو لأنه من المساعدة المساعدة للمساعدة المساعدة المساعدة، وهذا هو المساعدة الأولى في المساعدة الديابتسة. إذا كان المساعدة الديابتسة، من 40 إلى 75 عام، نقوم بإمكانية الديابتسة. ولكن، إذا كان المساعدة هذا الديابتسة، كما يمكننا فعل حزنة الديابتسة. حزنة الديابتسة، أكثر من المساعدة من الديابتسة، أكثر أماماً، أي شيء من المساعدة، أو أماماً، أجب أن نظر حزنة الديابتسة الأمم. ثانياً إذا كان المعنى 75 عاماً وليس في أثيروسكوريوكي يجب علينا أن يكون المتحركة ومتحركة المتحركة عبارة التسعيل التصميم بعد هذا الوصول لأنه سيأخذ للموقع لتصميم ويستمره معاً بالأخير وعبارة لا يجب أن نبدأ نجب أن نتحدث مع المساعدة حسنًا. إذا لم يتم تحفظ، سنذهب إلى هذه المنطقة، وهذا هو المنطقة الثانية. إذا كان لديه من الوصول إلى 19 سنة، ما يجب علينا أن نتجه؟ إذا كان لديه من الوصول إلى تقرير أو تقرير 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 كثير من المنطقة الثانية والمعارضة. إذا كان لديه محاولة أو محاولة بحيولة حيبركولسترونيومية، يجب علينا أن نبدأ بإستعادة وإستعادة المنطقة. لفعل المنطقة الثانية من حول 20 إلى أسوأ 40 عام، يجب علينا أن نقرير المنطقة الثانية، وعطيّو المنطقة الثانية، وقلّو أن نظر الطبيب من المنطقة الثانية الجدية من بأسائل المنطقة الثانية اتراسيك لكي تجاه الانترسولة تيروسيقلوريك كارديو بسكولاريك واللدل أكثر من 160 ميليغرام بردسيليتر الفائلية يعني إذا كان لديه أول دقاء أو أول دقاء مع تيروسيقلوريك كارديو بسكولاريك كارديو بسكولاريك بسبب الزواج لعنى مناقس 40 إلى 75 ميليغرام، اذا كان لديه أفضل XLM 70 أفضل من 190 ميليغرام بسكولاريك هل يجب علينا أن تقامل ترسليف سكولاريك في حان الليغرام بسكولاريك في هذا الطالب، يجب علينا أن ترسليف سكولاريك نحن لدينا الكثير من تقلقات رسالة. إنها كلها مستخدمة فريقاً. نحن لدينا تقلقات رسالة رسالة أمريكية وطولات مستخدمات المتحدة من المتحدة الأوروبية. نستطيع استخدامها لتقلقات رسالة رسالة. نحن لدينا تقلقات رسالة رسالة كالكوليسترون، المتحدة، 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 كل شيء. ونحن لدينا المتحدة من تقلقات رسالة رسالة أثروسكوليوية في المتحدة 10 عام. فإنه يكون أبداً من 5% فإنه يكون رسالة رسالة. لذلك، نقوم بقيت رسالة رسالة ومتحدة رسالة رسالة. نحن نتحدث عن أمريكية من أقل المتحدة من أقل ٤٠ عام إلى ١٧٥ ب esca PA set limit from 70 sd 190 less than 190 For 5 to 7.5 less than 7.5 borderline risk poss kilkaات إذا refugees will talk about entered cyberspace بشكل tinnany إذا فريق سنцевة بناء سلاة 20% risk discussion. If risk estimate plus risk enhancer, favorite statin, initiate moderate intensity statin to reduce LDL by 30 to 49%. This is the class one recommendation. If the patient intermediate risk and there is also risk enhancer, we should start moderate intensity statin. If the risk is very high, more than 20% for the development of atherosclerotic cardiovascular disease in the next 10 years, then risk discussion and initiate statin to reduce LDL more than 50%. This is called high intensity statin. This is moderate intensity statin. What are the risk enhancers? Risk enhancers is family history of atherosclerotic cardiovascular disease. If he has a first or second degree relative male with atherosclerotic cardiovascular disease less than the age of 55 or female less than the age of 65. Primary hypercholesterolemia LDL between 160 to less than 190. Non HDL 190 to less than 220. As we said, non HDL level will be 30 mg plus LDL. Metabolic syndrome that is increased with circumference, circumference, elevated triglyceride more than 150 mg per deciliter, elevated blood pressure, elevated glucose, with atherosclerosis, elevated blood pressure, elevated blood pressure, low HDL, low HDL, low HDL, less than 40 in men or 15 women are factors. Three of them is enough for the diagnosis of metabolic syndrome. Chronic kidney disease, especially with albuminuria, but he is not on dialysis or kidney transplant. Chronic inflammatory condition like psoriasis, rheumatoid arthritis, HIV, AIDS. Also it is a risk enhancer. Family history of premature menopause for female or pregnancy associated condition. High risk affinity, limit biomarker associated with increased risk of atherosclerotic cardiovascular disease, which is persistent hypertriglyceridemia more than 175 mg per deciliter. And if measures increase high sensitivity C-reactive protein more than 2, elevated lipoprotein A and elevated ABOB more than 130 mg per deciliter. And and ankle brain care reflex less than 0.9. All these are risk enhancers. If it is present, it will enhance our decision to start statins, as we said from the start. Okay. This is for patient with no atherosclerotic cardiovascular disease. We check first these conditions. If not, we will go according to age group and in age 40 to 75, we check the risk assessment. And accordingly, if he is high risk, we will start high intensity statin. If he is moderate risk from 7.5 to 20, risk discussion plus risk enhancer. If there is risk enhancer with intermediate risk, we start moderate intensity statin. Okay. So for patient with a clinical atherosclerotic cardiovascular disease. All patients with atherosclerotic cardiovascular disease, we should advise the healthy lifestyle plus statin. But the intensity of statin will depend on. If he is not at very high risk, not at very high risk, and the age that's 75, we can start high intensity statin. And if high intensity statin is not tolerated, we can use moderate intensity statin. And we can add azetimib if we do not reach the goal, which is LDL less than 70 milligram per decilitre. If he is not at very high risk, and he is below the age of 75. If he is 75 and above, we start moderate intensity statin. and we can continue as long as he is, can tolerate these statins. For patients with very high risk atherosclerotic cardiovascular disease. We start with also same high intensity statin or the maximum tolerated statin. If on maximum statin LDL is not reached, less than 70 is not reached, we should add azetimib. If BCSK9 inhibitors is considered add azetimib to maintain to maximum statin before adding BCSK9 inhibitors. This is class 1. You should not start to have these injectable medication, expensive medication without taking maximum intensity statin plus azetimib. If a clinical judgment with maximum LDL lowering therapy, and LDL is still very high, and non HDL, more than 100, adding BCSK is reasonable, but still it is not cost effective because it's adding benefit is low, and its cost is high. What is the difference between high risk and low risk? Very high risk indicator for the future atherosclerotic cardiovascular event is major atherosclerotic event which is recent acute coronary syndrome, recent AMI, history of ischemic stroke, symptom of symptomatic peripheral arterial disease. These are the high risk, very high risk indicator, and high risk condition, age more than 65, hydrozygous, familial hypercholestronemia, prior history of coronary bypass surgery, or percutaneous intervention. He is diabetic, hypertensive, chronic kidney disease, or current smoker, or the resistently elevated LDL, more than 100 mg per deciliter, cancer, despite maximally tolerated statin therapy, and azetimib, history of congestive heart failure. All these are very high risk indicator. So if it is very high risk, we start on high intensity statin, and add azetimib if we don't reach to the target level of LDL, which is 70 mg per deciliter, and we can add BCSK9 inhibitors, if a clinical judgment favor this. Okay. If he is not at very high risk, and he is below the age of 75, we add high intensity statin. If it is not tolerated, we can use sub-maximum dose, and add azetimib, if the goal is not reached. For hyper triglyceridemia, for hyper triglyceridemia, in patient with moderate hyper triglyceridemia, fasting or non-fasting triglyceride, in the range of 175, to less than 500, a clinician should address and treat lifestyle factors, obesity, metabolic syndrome, secondary factor, diabetes, chronic liver disease, kidney disease, nephrotic syndrome, hypothyroidism, and medication that increase triglyceride. If the triglyceride is the only abnormality, if LDL total cholesterol is normal, but triglyceride between 175 to less than 500, and the patient is young. If an adult patient with 40 to 75 years of age with moderate to severe hyper triglyceridemia, and atherosclerotic risk more than 7.5 or higher, this is a risk enhancer, it is reasonable to reevaluate risk after lifestyle and secondary factors are addressed, and to consider persistently elevated triglyceride level, as a factor favoring initiating or intensification of statin therapy. An adult, also in the same age group, 40 to 75 years, with severe hyper triglyceridemia, fasting triglyceride more than 500, and atherosclerotic risk more than 7.5, It is reasonable to address reversible cause of high triglyceride and to initiate statin therapy. This is a common mistake everyone is doing. If a triglyceride and only the triglyceride is high, we should not use fibrates. We should use statin, the first step, because the statin will reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular disease. If the triglyceride, especially the fasting, is very high, more than 1000 mg, it is reasonable to identify and address other cause of hyper triglycerideemia. and if it persistently elevated or increased, further reduction by very low fat diet, avoidance of refined carbohydrates and alcohol and consumption of omega-3 fatty acids, and if necessary to prevent acute pancreatitis, fibroid therapy. Fibroid is indicated when the level of triglyceride more than 1000. primarily, we can use it to reduce the level because we are feeling from the development of acute pancreatitis. We speak a lot about lifestyle modification, dietary modification. This is meta-analysis about which food would affect our lipid value. We have the baddest one is processed food, processed meat. Processed meat is bad for the cholesterol, so we should avoid. Definitely there is multiple conflicting studies about meat because they are taking meat as one class, red meat as one class. actually this is not correct because pork and lard is very bad. They are processed or unprocessed. They are increasing mortality and increasing cardiovascular disease and have a worse effect on limited profile. But for example, for camel meat, it is very healthy. It will lead, if consumed, regularly to the reduction in the lipid profile parameter. So it is very good meat to use, especially in patients with hyperlipidemia. refinery. Refined grain is also very bad. Others, dairy, fish, it is good. Dairy, fish, fruit, vegetable, nuts, whole grain. All these foods are good for the hyperlipidemia. For the beverage, sugar sweating beverage is very bad. Any sugar sweating beverage, Pepsi, Pepsi, cola, other carbonated drink, and also even the what we call natural fruit juice. If it is sweetened by sugar, it is as bad as carbonated beverage. tea, green tea, coffee, all are good and have no problem with the lipids. For the dietary pattern, the worst one, and it is most harmful, is the western pattern that uses more processed food, more pork, more lard, more sugar, more refined carbohydrates. This is the worst and the most harmful pattern of eating. So, if we take a summary of good dietary habits, you can enjoy freely. Vegetable fruit, whole grain, beans, legumes, nuts, plants, plant based protein, animal protein, skinless, poultry, fish, all these you can enjoy. We should limit sweetened drink, sodium processed meat, refined carbohydrates, like added sugar and processed grain food, full fat dairy products, eggs. Eggs in one or two eggs per day is not a problem. But more eggs per day is not advisable. Highly processed food. Tropical oils like coconut and palm oil is also not good. You should limit their use. Avoid trans fat and partially hydrogenated oils. Partially hydrogenated oils, that is the oils that is solid at room temperature. These oils are now prohibited in many countries, including U.S. but still used, especially in commercially packed goods and fried food. They are used because it's associated with in many countries. It will increase their life. And it is less expensive. For oils, if we want some oil that is very good, and will improve the rapid profile, it is the olive oil. Olive oil will improve the rapid profile. Other oils are neutral. Atropical oils like coconut and palm oil are harmful. You speak a lot about high, moderate and low intensity statin. High intensity statin means a torvostatin 40 to 80 milligram or reservostatin 20 to 80 milligram. This is high intensity statin that will lower LDL by more than 50 percent. Moderate intensity statins from 30 to 49 percent. It is the atorvostatin 10 to 20 or reservostatin 5 to 10 or reservostatin 20 to 40 milligram. Low intensity no longer in use. And other statins are no longer preferred. Side effects of statins. Statins usually were deteriorated. But we should note that. If you are starting statins statins, advise patients not to start statins at the same time as he starts physical activity or sport activity. because this will increase the risk of myalgia and other problems. So if you are advising the patient, advise him to start sports for let's say six weeks and then start statins. Or start statins and post-born start statins and statins and statins for six weeks. Myalgia, myositis, rapidomyolisis is rare. But myalgia is in frequent. We can check the CPK if the patient is coming from muscle pain. If it is normal, it is simple. Myalgia. If it is high, we have a CPK more than 10 from the increase more than 10 times the upper limit of normal. We should stop statins or reduce and try to reduce the dose of statins and then try to reduce another type of statins or reduce dose of the same statins. New onset diabetes. New onset diabetes is true. We have a new onset diabetes, especially with high intensity statins. It has been reported for Rozovo statins that it will reduce the total mortality by 17% while there is 28% increase in the risk of diabetes. But risk of diabetes depends on population. It is more frequent if diabetic risk factors are present such as body mass index more than 30, fasting glucose more than 100 and metabolic syndrome and the patient has metabolic syndrome or hemoglobin A1C more than 6. This is the pre-diabetic conditions. These patients are more likely to develop over diabetes with statins. But this, especially with high intensity statins. Other side effects are either very rare or found. How we monitor response to LDL? Adherence to lifestyle changes and LDL lowering medication should be assessed by measuring fasting lipid profile 4 to 12 weeks after statin initiation and then check it every 3 to 12 month thereafter according to baseline assessment and other clinical parameters. For treatment goals for cardiovascular disease prevention we should treat the whole patient not only the numbers. Should stop smoking, healthy diet, physical activity, 3.5 to 7 hours, moderate vigorous physical activity, per week or 30 to 60 minutes most of the days. Body weight aimed at ideal body weight and ideal waist circumference if this is possible and control blood pressure. For the LDL and very high risk patient or secondary prevention we should achieve 50% reduction in LDL. And the LDL goal should be less than 55. Okay. For high risk regime we should achieve at least 50% LDL reduction and LDL goal less than 70 mg per decilitre. For moderate risk LDL less than 100 mg per decilitre. And for low risk LDL less than 116. Non HDL as I said it is 30 mg per decilitre. More than the LDL goal. So non HDL should be less than 85, 100 or 130. And the very high risk high risk or moderate risk people. A triglyceride. No goals but we should keep it less than 150 to lower risk to control other risk factors. For diabetes we should keep it less than 150 to lower risk to control other risk factors. For diabetes we should keep it less than 150 to lower risk. We should keep hypoglobin A1C less than 7. This is a class 1 reduction. A class 1 indication to reduce LDL less than 55 mg per decilitre. Okay. Even if we reach the goal of LDL. We will decrease the risk by 22%. There is residual risk of 78%. This should be addressed by intensive lifestyle modification. exercise. Exercise. Dietary modification. Dietary modification. And reduction of other risk factors like stopping, stop smoking, control hypertension, control diabetes. And if we reach the goal of LDL goal, we should check for the non HDL cholesterol or ABOPI. And if it is not reaching the goal also, we should intensify statin till we reach the secondary goal. For triglyceride, we should statin treatment is recommended as the first drug of choice to reduce cardiovascular risk in high risk individual with hyper triglycerideemia. The triglyceride level is more than 200. It is the primary drug of choice. In high risk patients with triglyceride level between 135 to less than 500, despite statin treatment, we can use omega-3. specific recommended type of omega-3, which is eco-subent ethyl 2 by 2 gram per day. This is a specific type. You should check omega-3 because there is commercially available omega-3 as a food supplement. This is not recommended. We should take specific type of omega-3 which is called eco-subent ethyl and the dose is 2 gram by 2 per day for reduction of residual if the patient controlled with statin and still the triglyceride is high. We can use this or we can use Fino-fibrate. Fino-fibrate. Fino-fibrate with statin. Fino-fibrate, there is no risk of development of rapidomyolisis and the direction of statin. For high risk patients who are at LDL goal and triglyceride more than 200, Fino-fibrate, Fino-fibrate. 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 Fino-f